بعد اجتماع هو الأول من نوعه شكلا ومضمونا السعودية وتركيا تحضران بصفتهم القوى الداعمة للثورة والولايات المتحدة وفرنسا تحضران بصفتهم من القوى المؤيدة للثورة وإيران وروسيا تحضران بصفتهم كفيلتان نظام والقوى المضادة للثورة السعودية استبقت الاجتماع بتصريح يعد الأكثر قوة حيث قال وزير خارجيتها عادل نجبير إن الأسد سيرحل بحل سياسي أو بغيره في تلميحا ربما إلى الحل العسكري في موقف يعد الأقوى منذ اندلاع الثورة موقف فرنسا جاء بنبرة أقل شدة على لسان وزير خارجيتها الذي طالب بوضع جدول زمني لرحيل بشار الأمر الذي رآه البعض رفعا لسقف التفاوض وصولا إلى الحد الأدنى من مطالب السوريين لأن قد تكون المسمار الأخير في نعش نظام بشار الأسد وقد تكون حلقة في سلسلة الاجتماعات الدورية التي تعقد بشكل مستمر في رحلة البحث عن حل للأزمة السورية أو ذرا للرماد في العيون كما يرى بعض المراقبين ترجمة نانسي قنقر